برنامج عقاركم برعاية إمو 23 إمو 23 الحلول العقارية السلام عليكم ومرحبا بكم في حصتكم حصة عقاركم للوهل الأولى تقولوا لماذا عقاركم ببساطة لأنها الحصة الوحيدة التي تتكلم حصريا على كل ما يخص من قريب أو بعيد عالم العقار نطلع لكم كل أسبوع باش نناقشوا ونعالجوا بعضانا موضوع مشكل إشكالية أو نقطة تخص من قريب أو من بعيد عالم العقارات وتخصنا وتهمنا كلنا من الملكية إلى الدفتر العقاري الميراث مواد البناء الإيجار والتملك القروض البنكية والتأمينات أو غيرها من قضايا نعالجوها كل أسبوع حصة فيها كل أسبوع حوار مع مختص حول الموضوع والقيمة المضافة أنكم وأن نعرفكم في فقرة مختصة على فرص عقارية نتنقلوا إلى ترقية عقارية في كامل التراب الوطني ونعرفكم على العروض الموجودة اللي ممكن تهمكم أو تناسبكم كما قلنا في الحصة الأولى نحاول نترقوا بصفة عامة للعقار والعمران ونوضعوا الإطار العام يكون معنا بعد قليل مصطفى معزوز رئيس هيئة المهندسين المعماريين لولايات الجزائر العاصمة نتكلموا على البيئة الماعشية لكادر دو في وجودة الحياة لكاليتيت في لكن من قبل نروح نشوفوا هذه الفقرة اللي وعدناكم بها وسميناها في جواركم لأنه كلنا في جوارنا كان بناية جديدة أو ترقية عقارية نخليكم مع ترقيتين عقاريتين ونرجع مباشرة بعد هذا الفقرة للحوار ترقية عقارية خاصة متواجدة في حي بلغ في قلب مدينة وهران متكونة مطمحش الطابق زائد مرأب سوفلي باركينج سوتيران وزوج مصاعد أسانسير فيها 38 شقة والتبنات في الفين و الفتاش الترقية فيها 38 شقة من F4 F5 وديو بلات تراوح مساحتهم من 135 الى 160 متر مربع جو معنا نشوفوا الشقق كلها تتكون من غرب زائد مطبخ عصري كوزين امريكان وصال دوبا مجهز من ألقى المعدة طوابق العليات طل مباشرة على البحر اذاك ام في سومار اما ديوبلاكس في اخر طابق عنده ام فيو 360 درجة على كامل مدينة الباهية بالاضافة الى مسبح خاص ام في سين بخيفين موسيقى 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 مساحتها وسعى تمنح كل الراحة والرفاهية كل تجهيزات في الشقاق العصرية مساحتها وسعى تمنح كل الراحة والرفاهية 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 من حيث الآخر لا يخفى عليك أن المدينة كمدينة الجزائر هي عاصمة التي تحتويها على أكثر ثلاث ملايين نسمة حتى يمكنك أن تقنن وتعمل إطار للتعايش سلمي بين كل فعاليات المجتمع هناك آليات تقنية وآليات بيداغوجية يجب أن توضع حيز التنفيذ منها المعمار كعمران كأمر قائم بذاته هناك ذلك العقار وهناك ذلك الأراضي الفلاحية والأراضي الصناعية والأراضي التي تبنى وبنية فوقها هذه العقار الفانسي أغريكول وفانسي إموبيلي وفي هذا الإطار يجب أن نمسح كل هذه الأراضي وإحصائها لكي نستطيع أن نذهب لأبدو دجا سيتيفي هنا الأمر كان مكتب دراسات قد قام من هذا العمل وفي إطار التصور التي كانت للسرطات العمومية عن المدينة الجزائر كمدينة عالمية هناك مخطط استراتيجي شعب تتخم بهم بيشي لا 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 شوف والله الامبسيون نغي نصنهم في هذا الأمر لا نقدرنا نتقدمه للأمام لازم نخزره لرافتنا بسحر ربما الأهداف لازم تكون متواضعة وفي متناولنا يعني لا نقدرش ربما نمر من مدينة فيها مشاكل متشعبة المواصلات النظافة إلى آخره ونطمحون ونقول له عاصمة يعني ربما عالمية قدوة في البحر الأبيض المتوسط والله هذا أمر في متناول اليد أقولها وأعودها في متناول اليد يكفي أن تكون هناك نية صادقة الكفاءة المهنية وكذلك الحضور المتواصل لكل السلطات من ميدانة سلطات ما نحكي عن كهيئات رسمية وغير رسمية يعني السلطات العليا وسلطات المحلية والله سلطات المحلية كل متدخلين كل متدخلين على سبيل المثال لا حضر هيئة المهندسين المعماريين مثلا مثلا هي هيئة استشارية ذات سيادية ذات منفع عامة دورها أنها تحافظ على المعمار والتراث الثقافي والتراث المعماري للجزائر فيما يخص نحن هيئة المجلس المحلبي للجزائر دورنا أن نحافظ على ما يسمى بالتراث المعماري والثقافي وإلى ما ذلك دورنا أن نكون حاضرين في كل التدخلات والخارجات الميدانية وكذلك ندلي برأينا وبدورنا فيما يخص كل ما يخص تخطيط في ولاية الجزائر رأيكم يهمنا سيم عزوز شكرا ونعرفوه بعد الفاصل أعزي المشاهدين فاصل ونعود نولوه لتكميلة هذا الحوار حول العقار والعمران أقعد معنا ترجمة نانسي قنقر احتراما للبيئة للقضاء على التفذير وربحا للوقت أنشأنا سي بي اس سي بي اس تمنحكم فولاذا آمنا على المقاس وبالتالي اقتصادي أكثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا شحال وانا نسمنا فيك لقبلك كامل حرقولي ما عدتي هبلتيني بالشدة وفتحتي لعينيها اليوم اليوم رأني لقيت البنة اللي تفرح لقلبي لقيت فيك الروايح والنية الصفية القهوة اللي كنت انتمناها هدا شحال كل ما نشربها ما نشبحها قهوة رومعو ويدوم القوستو منتوج إيطالي بدون سكر مضاف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم مجددا في حيثتكم برنامج عقاركم الحصة الوحيدة اللي تتطرق حصريا إلى كل المسائل العقارية نكمل حوارنا مع سيمسطفى معزوز رئيس هيئة المهندسين المعماريين لولاية الجزائر قبل الفاصل كنا تحدثنا بصفة عامة هدرنا على الوبدو هدرنا على العقار في مدينة مثل المدينة الجزائر اللي يقولوا أنها فيها ثلث ملايين نسمة ولكن فيها أكثر من ثلث ملايين نسمة سؤال يتبادر للذهن معايير اختيار السكن في مدينة مثل مدينة الجزائر لكن قد نخذوه أمثلة واحدة أخرى مدينة وهران أو من المدن الداخلية من المعروف أنه المعيار الأساسي لدى العائلات الجزائرية أو حتى المواطن بشكل عام هو الغلاف المالي لاختيار المسكن لكن هناك معايير واحدة أخرى هناك معايير أساسية قرب مكان العمل قرب روضة الأطفال أو المدرسة الملافق العمومية السوق الجواري البلد وإلى آخره من معايير لازم الواحد يدخلها كي يحوس على سكن لماذا هذا الاختلاف أو التركيز على المعيار الأساسي لهو الغلاف المالي نرى أخنا شيب نرجعوا شوية للوراء حتى نوضع الصورة العامة لما حصل في التقدم للتطور السريع لمدينة الجزائر لقد كناك ينفتاح اقتصادي واجبر السلطات على أن العقار سوق العقار والسلطة المعمار ينفتح كذلك عن مراقين العقاريين العمومين والخواص المراقين العمومين نقصد ذلك الدوابين العقارية والمراقين الخواص معروف على كل حال الصفة والهيئة التي نشطغ في إطارها ولكن في هذا الإطار هذا التلاحم وهذا التكابل اللي كان بين المراقين العقاريين العموميين والخواص كان لازم يطلع له إطار هذا الإطار سبقاته احتياجات خاصة وهي أزمة السكن كان لازم نوقف على إطار حل معضلة وهي معضلة السكن ولكن حل معضلة السكن بخلاف ما يضر بحولها من مجمعات سكنية وإطارات ومجمعات وكذلك هذا أمر كان بعيد المنال في إطار نقص العقار نقص لذلك لهذا كان لازم تطع إطار للعودة إلى الاحتواءات العقارية والعمل على تكوين مخطط متكامل حتى يمكن ضخ البرامج السكنية بالألاف على كل حال لأننا مثلا في الجزائر العاصمة نحن في أكثر من 80 ألف سكن 80 ألف سكن في مخطط اللي فات خمسي خمسي وريحين كذلك حتى باش تكون رايحة سلطات العموية باش تتوفر وتستجيب للطلبات المتكررة حتى يكون هو التوازن بين العرض والطلب في الإطار هذه نعود الوقول ما يكفيش أننا نوضع مجمعات سكنية ما يكفيش أن نربط هذه المجمعات السكنية يعني مدة ربما 30 سنة الجزائر بدأت بنت كما قلت تجمعات سكانية وين انعدمت فيها الملافق بعدما ورثنا عن الحقبة الاستعمالية داونتاون لسونتخوذيل بننا في الضواحية الضواحية يعني في ليبونيو مثلا باب زوار مثلا أخرى وينعدمت فيها الملافق ولكن الآن لو نرجع ذوكا في الوقت الحالي سترى بأن باب زوار رابية رابية سيتيتة رابية وكل ما يرافق ذلك قد أخذت صديق عندها هناك قيمة مالية وقيمة حضارية كبيرة لأن المرافق قد مرافق المعيشية والحياتية ذوكا أحسن حي في الوقت الحالي في الجزائر العاصمة هي حي رابية ربما فخش في هذا التقسيم وعملت من ليح لأنه نحق لتقسيمات العمرانية يعني بصورة أوضح في جميع مدن العالم كاين تقسيمات كاين في كل مدينة كاين أحياء شعبية كاين أحياء راقية في الجزائر هذا التقسيم ربما غير واضح أو غير غامض شوية لأن الناسيج الاجتماعي متداخل يعني مثلا بين قوسين أو بين هلالين نشوفه مثلا حيراقي نعطوه مثلا مثلا حضرة فيها جهة حقيقة يعني ستنكارتيشيك وفيها أحياء شعبية والعكس صحيح في الأحياء التي تسمى بين قوسين كذلك أحياء شعبية يعني كاين هناك تداخل يجعل من الصعب أنك تقسم عمرانيين مدينة لا لا شوف أبتسم على ذكر حيدراء لأنك لأن الرقي لا قلت بين بين قوسين لأن الرقي لا يقاس بإسم المكان إنما الرقي يقاس بالمتطلبات المعيشية الحضارية المتوفرة الرقي والاختيار المسكن يعود إلى الولوج إلى الطرق السريعة سرعة الولوج إلى الطرق السريعة سرعة الدخول والخروج إلى مسكنه إذا خلنا من اعتبار الشرقة مثلا المتعامل والمستعمل للمساكن هناك يجد صعوبة في الدخول والخروج تقارب الساعتين فإن الرقي من ذلك في الإزدحام في طبيعة الحال الاكتظام في المشاكل المواصلات تقلمتم عن المعايير التي تجعل من مسكن من اختيار المساكن هل على طريقة الغلاف المالي أو عن طرق أخرى أقول لك سرعة الولوج إلى المسكن وإلى المكان يعني باش نبسطوها سيم عزوز مثلا أنك تروح تكري في شراقة وتقول يعني ربما الكرية غالية ممكن أنك تروح تكري في حي وحد آخر وتربح راحتك أكثر بطبيعة هل هو نعطيك لأن ربما ما كان العامل أقرب وما كان مدرسة الأطفال أقرب يعني أنه الغلاف المالي مش هو الأهم لا لا مش هو الأهم نعطيك وش هما المعايير لك اختصاص أعطيني هكذا ربما سلمت معايير تبنك مهمة لغلا أنا حبيت نكري وطلبت من هيئة المهندسين المعمارية أنت نصحني وش نخل بعين الاعتبار هيئة المهندسين المعمارية منطلش تنصح لأن البهام التاحة والصلاحية تاحة مقننة وهي المحافظة على العمران وكذلك على استعمال وممارسة المهندسين المعماري ولكن أقول بأنه إذا كان نعطيه مثال بسيط ومبسط نقول مثلا في الجزائر العاصمة منذ عشر سنوات كانت الناس تخرج من الجزائر العاصمة وتهرب إلى الضواحي شرقاء إلى ما ذلك فبع سنبراريا وكذلك الناس ترك في الوقت الحالي رأيتعود لجزائر العاصمة لماذا؟ لأن هناك في الجزائر العاصمة مرافق الحياة مرافق الحياة هناك في الجزائر العاصمة في الوقت الحالي هناك المترو هناك الوتراموي هناك المرافق السريعة اللي تسمح لك بالوروج إلى كل ساحل الجزائر بسرعة فائقة هذه الأمور سمحت بالناس أنها تكون معايير أولية وأولوية للحصول على مسكن وبذكر السرعة يعني السرعة فائقة للحوار بقالنا بعض الوقت فقط ربما آخر سؤال جاوب في 30 ثانية العلاقة ما بين البيئة المعيشة والله يا أخ ناشي بأشكرك شكرا جزيل لأنك سمحت لي باش نتكلم على الميثاق التعايش والسلم والحضاري اللي نادي به هيئة المهندسين المعماريين لولاية الجزائر لقد ناتينا بأن نضع مجهودات وكذلك استطلاعات مكتنا من وضع إطار وهو ميثاق التعايش الحضاري وهو إطار مقنن يعود إلى الأطر واللوموز الحضارية البيئية لتسمح بالتعايش السلمي حتى ننمو بالبلاد وننمو بالحضارتنا إلى ما هو خير البلاد والعباد ما جاوبتنيش على العلاشة لكالي تدليل جودة الحياة والبيئة المعيشية لأنه البيئة المعيشية هي التي تسمح البيئة المعيشية هي نتاج بسيط وديركت من الإطار المعيش الإطار المعيشي إذا كنت في حي هناك تعايش السلمي في كل المرافق العمومية على مرمى اليد يعني الأمن النظافة وموجود المدارس السواق الجوارية لا نتكلمش عن السواق الجوارية نحلي على أماكن ترافق وتلاقي وتبادل الأفكار والآراء بين المتعاملين بين المواطنين الجزائر شكرا سيم سطافة معزوز نذكر أنك رئيس هيئة المهندسين المعماريين لولاية الجزائر إن شاء الله تكون خير علينا مين لله في استضفناك وخير استضاف في الحصة الأولى والعدد الأول من برنامج عيقاركم الحصة التي تتطرق حصريا إلى مواضيع العيقار نوصله هنا إلى ختام هذا النقاش وننطلقه مباشرة أو بعد قليل إلى فقرة واحدة الحر شكرا لك لحقنا إلى ختام الحصة الأولى من برنامجكم الجديد عقاركم نعطوكم موعد طبعا الأسبوع الجاي نفس التوقيت نفس القناة ونفس اليوم من هذا الوقت تقدروا تتفعلوا معنا عبر موقعنا الإلكتروني أو عبر صفاحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك اليوتيوب باردنا الإلكتروني أو رقم الهاتف والكل يظهر أمامكم في الشاشة مننا لهذا الوقت كل اقتراحاتكم آراءكم وحتى انتقاداتكم مرحب بها سلام اشتركوا في القناة برعايت إمو 213 إمو 213 الحلول العقارية